أريد أن نبدأ في تفكير فهذا أنا اقتارحت على أنه اليوم نحاول الربط وذلك الطبيعة والطبيعة اللي هضرنا فيها وذلك اللي من وجهة النظر نحن نعتبروا لا شرعية الخوة تحتاجوا ويعبروا على وجهة نظرهم أنا قدرش نتكلم تعالى شي واحد نياب عليهم وخانهم نتيقل على أنهم لا يعتبرون أن ذلك النظام الشرعي وقالوا بتعبير كل واحد نحبر عليها بطريقة وأننا نحاول الربطه اليوم مع ذيك العمل مع هذا النظام محاولة تغيير هذا النظام يعني الرفورميزم والإصلاحية أو لا مع الحل والنهج الجدري يعني لأننا إلا فهمنا طبيعة هذا النظام والتركيبة والبينية دياله فبالتالي قبل ما ندوز هذا لأنه صعيب علينا أننا نجي وبدأ تكلموا حتى كانت دراني مثلاً خاصة في يوتيوب تيتفاعله دراني كسر لأنه تبقى الفيديو محطوط ونرأني قسمت الفيديوهات المدخلة ديالكل مختلفة جاءت مزيانة لأنه جاءت قسيرة الإنسان تركز مع كل مدخلة إذاً حطيبت ذلك المدخلات مركزين هكوة وكانت تفاعل ناس تعطيوا أرأهم لأن الفيديو تيقرس مدة طويلة وذلك الشيء في الفيسبوك ما تيبقاش يطلع صفحة إلى مشاهداز اللي بزفلت بهم كدريكين بزفلت يهضروا على ذاك الشي وهي إحنا متافقين على هذا الشي وتينسوا على أنهم إحنا إلا واحد المجموعة قليلة اللي راح نمتافقين على هذا الشي يعني بعض المرات ينسوا على بعض المغاربات ينسوا على أنه أغلبية المغاربة لا عندهمش هاد المعريفة متحت لهمش متحت لهمش الفرصة يعرفوا هاد الشي اللي إحنا تنهضروا فيه يفهموا طبيعة النظام يقدروا عندهم يقدروا يولي وعندهم آليات تفكيك الفلسافية السياسية وإلى آخره والسوسيولوجيا وإلى آخره باش يفهموا طبيعة النظام فأخصنا دائما نحن نحاولون نفكروا تف هادوك الناس هادوك نحن نحاولون نوصلون لهم هاد الصوت هادشي لاش نديروا هادشي وتنشروها المباشرة كو كان الشعب دينا وجد كو راحنا نديروا غي خلية ضيقة 20 أو 25 من الناس وتنطلقوا غير بيناتنا وتنضاكروا ما العمل ونهارلقوا ما العمل نبدأوا عاد نبدأوا نبلوروهم بدأوا ننسجوا مع مع مكونات أخرى مع جماعات أخرى مع مجموعات أخرى باش عاد نقدرون أن ندوز لك المقطع هادشي لحاولون نوصلون صوتنا الشعب المغربين أعطعوا ذلك وجهة النظر دينا علاش حنا مثلا أنت يقول لك كي التي وصفناها بالعدامية يعني إحنا عدم الاستيغال مع النظام عدم القبول بمؤسسة النظام عدم الخضوع والدستور بالنظام فدخلونا في خانة العدمية ما فهموش أن ذلك عدم المشاركة وراها دراسة فلسفية وبحث والسنين من بلورة ذلك المبدأ رمشي غيجيت أنا ذلك شغول لا صباح لم يمترتاح لا ولا راشيد ولا أخر إذن هذا المنظر هذا بغينا نحنا يكون هو هو ذلك الباب اللي يعني وصله به ذلك السور ما يمكنش جي النقش مع الناس ما العمل وأنا باقي ما قلت لهمش علاش هذاك العمل أصلا علاش مثلا أنا أختار أنني العمل أنه يكون خارج المؤسسات خسنا يجي نقول لك طبيعة هذه المؤسسات طبيعة هذه النظام واش هالنظام شرعي واش هالنظام أصلا كما تقول عليه راشيد واش تسمي بالنظام قدروا نسميه عليه ولكن طالما تنخاطبو ناس ما تفهموش اللغة الأخرى نسميه بالنظام ولكن غن تبتوه في الأخر واش هو النظام ولا هو اللغة الأنظام هو في حقيقة أي صح يجرميها إلى أخير دونك فكرت اليوم نحاول نحاول نطلب من المتدخلين أنهم يربطوا وجهة نظر ديال وما نعطيه نعطيه الوقت أكثر وخلنا نستهلكون الوقت أكثر لأن الخوت عندهم السهداد يقلصوا معنا ما شي مشكل أنا دائما مستعد أنا عندي اتقافيك ما أعتقد أن الخوت الأخرين كلهم قالوا أخويا صلاح أولا صلاح تبليها وباقي ما تدخلش أدخل أخي صلاح تقول أنا سيفط لك الرابط رضونك كما قلت لك أنه نحاول هذا لكي لا نهرر ذلك الفكرة ولكن دائما نطلب منكم أنكم تحاولوا تبنيوا لها بشكل زعمالي يعني لأننا لا يمكن معدناش الوقت كل ولكن على الأقل لدينا ذاك العامل لأننا قادر نتلاقعو كل أسبوع بدأ هذه ولا تحجم زيانا تنطلقعو تنطلقعو على الملاء باش ما تيبقاش بنذم يقول لك أتيت ذاكرو غيبناتهم تيطبخو عيبناتهم وأنا نطالب تنطالب من الناس اللي عندهم الرأي مخالف للرأي دينا تنتمينا ويجيو أمصابي يجيو و فقط الشرط اللي عندنا هو أن نجيو بالعقلية لأننا بغيين تواصلهم وش نجيو بالعقلية لأننا بغيين الدباز سواء دار التقدومي ولا دار الأصولي ولا دار اليميني ولا دار اليساري ولا دار البرجوازي ولا دار البروليطاري ما تنفعهمش لأنه اللي بغي الدبز ما بغيش يبني وطن ما بغيش يمشي بهذا الوطن القدم بغي عندون زعاداتية ومنها بغيين نطلق الغضب ولا دوازنا احنا الحرارة حتى شبعنا وذو وزنا إنزالات وذو وزنا بغي أخوينا أخوينا ذاك الغضب فهنا اللي بغيين بغيين نتواصل هذاك اللي تختلف معنا سواء كانت مثل الفكر الأصولي مثل الفكر الإصلاحي مثل هذا اليسار الملكي الليبيرالي اللي تقول بأنه ممكن نمشي من داخل المؤسسة من داخل بطن الوحش ممكن نقتل الوحش من داخل البطن الوحش إلا كان عنده حلقة نوعدو لأنني نعطيها الدبل للوقت للأي واحد يشارك معها في ذاك الوقت إذن هذا هو الهدف الذي بغيت نربطه طبيعة النظام ونظرة الشرعية أو شرعية هذا النظام مع ما العمل لأنه صعيب يكون نظره في ما العمل ولكن ما ما العمل كما قلت من قبل ولكن على الأقل ما ربطوا تحليلنا فعلاقتم بطن الغول أو اقتلاع ذاك الغول كله البناء على الأنقاض هذا رائحة هذا هو اللي بغيت ندير عنا وطالما حضر معنا أخوة راشيد بلما نضيع الوقت رهض يجب نشط من الساعة ولكن تنحاول لأنه ما أمكن لنصن نعطي كل نكون مارين أو لأن الناس الضبين لا يريد أن يشارك معنا أحد دير ماهج الجوج للمجل الجوج نجري عليك ما عند التمن فضلا أخوة راشيد فضلا مهم ركض خلي فهمت وجهة نظر لي صح لا السئلة صراحة جميلة والسؤال يعني يعني الضرفية اللي كنت واجد فيها تشخيص المرض أو تشخيص داء أعتقد أننا أصبنا بتخمتين يعني في تحليله وهذا وهذه الأمور هذه ما أبقاش يعني سوى أحد غفلة لأن أننا نتعامل مع لا نظام غير أصرعي فاقد لأي أصرعيات من أصرعيات كانت يعني أين كانت يعني طبيعتها اللهم تكسي أصرعيات القرى الوسطى التي لا يعتد بها في العلم السياسية وفي نظام الدولة الحديث يعني في الأمور هذه بالتالي يعني ما ما بقاش الشيء الكثير اللي ممكننا نزيد وننضيفه فهذا الأشياء هذه ولكن أنا هنا للجواب على السؤال ما العامل للرافق كمال دائما لأنني أضع نفسي يعني في المكان الجهة المقابلة أخرى التي ممكن ممكن أوكي ما ما كان لديهم هذه الفكرة ولكن هل نحلل المسألة بوحد النوع من التحليل العلمي باش نقدر نفهم واش هاد الإمكانية ديال اسميته ديال 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 تغيير من الداخل كينا أو لا رحنا مجرد سلطات يعني تنحارب بطاحت طواحل أو تعتقد أننا تنحارب الشياطين أو يعني الشياطين الشر يعني أو الأسرار وفيها ومزالة غير في المخيلة ديالنا لا علاقة لها بالواقع المعيش إذن نفسنا نهضر على هذا التغيير مستوى التغيير الداخل ما معناه ما معنهم التغيير الداخل أي الاستغلال المؤسسات القائمة هذه اللي اعتبرناها مؤسسات من خلال يعني المؤسسات القائمة وبالتالي القيام بتغيير الداخل فيها هاجو هنا وشوية ومتريت وشوية ومدون نفهمه كينا المؤسسات البرلمان كينا مؤسسات الحكومة وكينا مؤسسات القضاء وكينا السلطة الرابعة اشتركوا كل واحدة فيهم لأن لا يمكن تغيير من الداخل تخسك عبر هذه المؤسسات هذه تخسك تغير وهنا أنا تنهضر مع الخط التي تبنى هذا الطرح هذا الاحترام طبعا على المستوى الشخصي لهم ولكن على المستوى يعني كما تنقول التشابك المعرفي في هذا الإطار هذا لا ينتظرون من المجاملة أنا فاشتنجل مؤسسات البرلمان أنت صوتوا عليكم ما هي الإمكانات التي عندك حتى يمكنك أن تصحح أو تنتج قوانين من أجل الإصلاح قوانين يعني زودة عالية دات هدف فيها البعض الإنساني فيها البعض يعني الدمر المورال فيها البعض الأخلاقي فيها هذه كلها مجتمع فيها البعض الوطني وإلى أخير تخدم الشعب المغربي وش عندك هذه الإمكانية في هذه البرلمان أجل نوقف عند هذه النقطة هذه وثاني نفكك ها من ناحية تسطورية لا يمكن الرافق كمال شي قانون بعد أولا في الدستور المغربي الرافق كمال والرفاق جميع واختنا المغرب لا يمكن شي قانون يقول وإذا تصوط عليه الأغلبية في البرلمان وإذا تصوط على قانون لا يمكن أن يقول ساري المفعول إلى موقع تشير عليه من طرف المالك هذا لك واضحي بمعنى أو مؤسسة المالك على أن مثلا كما هو معمور في الدستور التي تحترم نفسها الدستور الديمقراطية والدستور الحتر لم يكن ديمقراطية التي تتخش مغيش على عرضها تكتب أو دي لموقع شيء توقيع تحترم المدت مثلا شهر شهرين ثلاث شهور معينة وبعد ذلك تلقائيا يصبح ساري المفعول وتصدر في الجريدة الرسمية عبر الأمان العام للحكومة ويصبح ساري المفعول لا يمكن هذا شيء ويجب أن الدستور الكتب على أن تشير على القوانين وليس هذا القوانين على مشاريع القوانين القوانين التي تقتر عاد تتناقش وهذا حتى هيخص تقول الموافقة لها من طرف المالك وهذا شيء وهذا ممكن لو قام قانون أو مشروع قانون مرضى ممكن يحيل بطلب بأمر بأمر البرلمان بغرفته بإعادة قراءة تانية لك القانون إذا كان قانون شباحات قلع يعني خاص المحاسبة ولا خاص مهم شيء ما عشبتش هذا هنا لا يقول لا هذا لا بمعنى لا سوف قراءة وشبه روتو وشبه ماكياج وشبه 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 أضف لذلك أنه يمكن الحل برلمان هو يستشير فقط مع رئيس المحكمة الدستورية ويخبر رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس رئيس لا تستشار لا تستشار وذلك الاستشار لا تلزم بموافقة الأطراف التي تستشارها أو تستشارها لا تستشار هذا مع رئيس المحكمة الدستورية ورئيس نحل برلمان وقال كيف تستشار وقال ليس لدي موافقة رئيس المحكمة الدستورية التي تستشار فيها برأس المحكمة هو تستشار لا تستشار وقال المؤسسات التي تستشار منها لا تستشار محكمة الأثناء المؤسسات يتشار والأجهزة تشغيلها مؤسسة هي البنية و تركيبها السيد يحلل لك تلك البرنامج لا أعجبوا بأن تركيبها أو تركيبها فقط أصباح يسيروا وعودوا إلى إنتخابات لا يمكن أن تقوم بمشاركة قانون لا يمكن أن تقوم بقانون وضع صميم النظام بحداته لأن النظام في فصل 62 الدستور الرافقة كمال يقول لك أنه لا يمكن لك أي براماني يجادل في النظام الملاكي أو الدين الإسلامي لا يمكن لك أن تجادل فيه يعني حتى الجيدال غير تناقشوها والدوش صالح منها ولمصالح كنظام يمكن أن يكون صلاح واحد الحقبة مصالح الحقبة يمكن مصالح شدابة يمكن بحكم المغاربة هم أصحاب الشانية يقرروا الكباش بلا قالوا لا نظام ملاكي ملاكي غير قابل للمناقشة وأي براماني يهدر في هذه الإطارة ليس لحبس لأنه جد لا يحاسب لا يسجن ولا يعني لا 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 اسمحوا لي الإخوار أنني لم تكن عقل عن مصر بحداثري سنقول غير بما هو معناه لا يسجن البرلماني يبان ممارسة حقه في التعبير عن رأيه إلا كان الرأي يجادل في النظام الملاكي ودين الإسلامي إلا لا يمكنش تسجن ولكن إلا كان هذا الرأي يدوم ملاكي فبتو فكفاش هالمؤسسات البرلمان ممكن لك أنت تغير منها ممكن لك تغير منها فاشلة محاصرة مهددة بهذا مهددة بالبلوكاج ممكن لك أن تغير منها مهددة بالبلوكاج يعني عند السلطة للحل هذه البرلمان لا يوجد هذه الأشياء وبتالي هذه المؤسسات لا يوجد تفاعلية لا يوجد تمنى لكي تغير من إصلاح التفاعل على مستوى يعني القوانين أو مستوى يعني صناعة القوانين أو تعديل دستورية أو شيء من هذا القبيل لا يوجد شيء هذه الإمكانية بحكم أن المالك هو فوق هذه السلطة وفي نفس الوقت هذه الصلاحيات أو هذه الأشياء التي يعطيها لهذا المالك لا يوجد نص مقابل للمراقبة لهذا السيد ما هي الظروف التي يمكن أن يدير في هذه المرصة هذا الحق؟ ما هي الظروف التي يمرسه هذا الحق؟ وما هي الجهة التي ستحتكم لها لا يوجد شيء وكانت نص مقابل لدينا هذه الصلاحيات ولكن كيف يمكن أن تحسبه وكيف ترابط هذا القرار على المسؤولية بالمحاسبة كما قالت عنوان الدستور هي غير عنوان كما تقول لجملة إنشائية لعلاقة ألهاب بواقع الدستور وشهر الدستور ومنية الدستور كما هو كيب كانت هناك شيء لتنظموه لتحكموه لتقاضيه ولا تشي لم يكن شيء كانت مقصر ومسؤلت 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 حتى خطبوه في البرلمان ما غير ممنوع على البرلمانين يناقشوها أو يعقبو عليها وشهر الدستور كوحين منزل وككلام يعني منزل لا تتكلموا هذه مؤسسة البرلمان إذن هذا المفرد وقع جلتين أغلبية وصوتهم بغير بغير على الناس مزيانين تتوصل إلى هذا المستوى لك سوف تتنتهي الأمور تتولي فاشلة يحلها لك ومسؤلت تتنتهي بمشاريع ومسؤلت بك ومسؤلت هذه مؤسسة لما تتنتهي مع السياسة ومسؤلت ما هي الملك ومسؤلت العصابة المرحبية الذي مختصبه من يمكن ما يمكنش بشي التقانون إذا الذي يعتقد على أنه من داخل البرلمان أنا نبهنا من هذا القراءة الرافقة كامال والرفاق جميعان وليكم من مغاربة قولوا لي من داخل البرلمان كي قدر تغير فضل هذا البنية وفضل أطار ديان أذهب من مستوى البرلمان إلى مستوى الحكومة مؤسسات الحكومة لا أسمحت لي يا كوارد راشيد قبل ما تدوز من البرلمان وحدد بكين غير نوية أنا سمح الراسي نسولك إلى اللي ربما أنا حتى تنشوفها تتسولوا وتقطع حلال البالد للناس باش مقاوف البرلمان إذن أنا اللي نفهمو مثلا مكلامك لما عادة ما تنجوبك أنا على راسي ما تنسولك نحن فاهمين على واحد النقطة عوريكين تيقول لك مثلا باش نوصلنا مثلا لها المستوى ذي لأنها تشتغل من داخل المؤسسة ستكون قادرة تدير فيها من داخلها تغييرات دستورية اللي فاهمت مكلامك وأنه بدون تغييرات القوانين دستورية كثيرة هي اللي هي المحوار ضد دستور المغربين لتتحطين الملك كل صلاحيات وكل شرائيات ما يمكناش نغيره من داخل المؤسسة ولكن السؤال دي لي مثلا واش كينش طريقة أنه من داخل المؤسسة تفرض قوتك ووجودك باش تغيير بنوط دستورية لتأهلك على أنك تغيير من الداخل أولا هي هذه القضية هذه منعادمة ما كينتحض منعادمة لسبب بسيط الرافق كمان لسبب بسيط أنا وياك نقلعو أنا واحد من المناظرين الشرافة أكتب أغين هذا البلاد تولي سويسرا لنهج توقف هذه الموصبة وزريبة كما هي موجودة حاليا وزريبة وزريبة أغنية سبعة سبعة ستفقد القرارة ستبقى برلامان سألتك برلامان سألتك ما هي الرجل الذي ستقوله ما هي القرارة قانونية ما هو تعسوف ما هو تعسوف السلطة لا يمكن فصل يلزمه لكي يجاوب على هذه نعم القرارات وتنعتقد كامورا خاصة إذا كانت داخل برلامان هي ليس أقليا أكتريا كما أقول لك سألتك نعم 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 برلامان وخيكو برلامان عمر بالشورفاء قانون الانتخابات يجعلون حاليا باش ما يعمر هم يجوزون هذه طبيعة لانا دخلوا داخلوا تفاصيل أكثر وكتر لأن قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وكيف الأحزاب وكيف ما بس ميتاس أحزاب موه ماذا نقاش أقول كن دير ماذا نفردون في الوضع نظاري ميتالي جمعات غير شرافاء هذا الوطن والناس زمينين والناس المبدائيين والناس يقلبهم على هذا الوطن وبغيروا هذا المغرب هذا سويسرا والدنيمارك يعني صافي يغيروا البنية القانونية وكذا 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 والأمر وقول المغرب صافي ويخدم المجتمع المغربي كم يعني لامنطر بحل شي ساعة الصباح لقد اتفكت القارس محلول البرنادة وشتع السوف وشتع لا الدستور تعطيها هذا الحق هذا وما عطيها والدستور تقول غير 16 وخبر 16 ما يجب أن تأخذ رأيي ويجب موافقة كذلك رئيس لا يستشهر رئيس ويخبر رئيس الحكومة ورئيس البرنادة يعني هذه مجرد إخبار رأيها هندير صافي عمر الواقع ما عندك شي عاود الانتخابات تتجيب للمفلسين وتتجيب للمفسدين في الأرض وعاد مرضى عليكم اللي غادي يقول للي قللي ما يطلب دستوري ويطلب إصلاح الدستورية ويطلب واحد مجموعة ديال الأشياء إذن هذه مؤسسات البرنامات التي تقول سواء سواء علي نشغل مؤسسات 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 خصوصا سوف نظر على الناس التي تهدر انطلاقا لديهم فهم ويقدم رسم على أنهم نخبار وأنهم فهم وأنهم وأنهم تحمق على الدين ببان الكلب أو كيف نظر مؤسسات مؤسسات في هذا البرنامان تبدأ بإذن ويقرأ مؤسسات ويقرأ 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 تعميات بيتم هذا ويقرأ مؤسسات الحكومة مؤسسات الحكومة الرافقة وهنا مشكلة لتجد الخلاق عاف البلاد ضرب الله المفلس يعني لأ تنجي مؤسسات الحكومة تلقى ويقرأ مجلس الحكومي هذا مجلس الحكومي القرارات استراتيجية محيدة لهم مجلس الدستوري التي ترأس المالك ويقرأ المشكلة كيف تدعي تدعي حوائز هذه اسمية الشريعة ويقرأ حوائز الحكومة التي تستطيع الرافقة ولكن السياسات العمومية استراتيجية أو استراتيجية الدولة والعمام هي من اختصاصات المؤسسات الملكية لأنها مؤسسات العصابة المنظمة الملكية وإسلام محاواظ غريب تدعي اختصاصها بقوة القانون وبقوة الدستور الرافقة هذا واحد فسكنت تعيين الحكومة هذه الحكومة تدعي الأغلبية أرضي عليك تدعي الحكومة من يعيين رئيس الحكومة لماذا تدعي تنجم الأحزاب يضرب بعض قولنا ويقوم بحكم أغلبية وتنجم مشاورات ويقول هذا هو الذي سيأتي بإطار معين لا 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 آخر الله لا يوجد دستور أمين العام أو لا يوجد دستور دستور لا يوجد في هذه الأمور لا يوجد دستور لا يوجد دستور هذا هو رئيس الحكومة ويقتريح الوزراء ولكن يعينهم المالك هل أنك مصيبتك؟ هل أنك وصلت إلى برلامات؟ أعيتك لك أن تدير هذه الحكومة؟ هل أن هذه الحكومة؟ إذا لم يوافق لك شيء على شيء وزير؟ أكثر من هذا الشيء يرافق كمان لا تهدرون الإخوان وستقرأوا هذا الدستور لا يوجد دستور ذلك الوثيقة الإرهابية لا يوجد دستور لا يوجد دستور لا يوجد إمكاني الحكومة بشكل ذلك لا يوجد إمكاني الحكومة بشكل ذلك بلا الموافقة الخونا بالله هذه الكواريت، هذه المصائب هذه المجلس الحكمة التي تكون فيها السياسة الاستراتيجية لا توجد توجهات العامة وفيها قصة المشي والمجارة تحددها في المجلس الدستوري ماذا ترأس المجلس الدستوري؟ هو المالك كيف تتخذ القرارات في المجلس الدستوري؟ الصمت اللمت تحتاج إلى الجدد بمجلس الدستوري يتحدده في الجدد وهو مجلس الدستوري يتحدد الجدد تحدد الجدد وما سنصوته وما سنعطل الحكومة حتى يتحدد المالك أو الاخر لا تحدد الجدد لأن القرارات القصر هي التي تتحددها حكم هو الرئيس وهو من يعين وهو من هذا وعنده هات الصلاحية لكلها ديال ويبلوك القوانين ومن هات القابل هاتي ديال الله لأس شي حاجة غير دقشي اللي تنبغيانها ولكن الحكومة هي كلينيكس ديال حقارة كان فساد وغير أزمة وكان مشكل ديال اقتصاد ومشكل اجتماعي الحكومة حقاية اللي فساد ديال من صحف الحكومة دقشي ولكن هي رضعت نفسها دقشي لأنها الناس تيخضوا منذ تصفحات تيخضوا يعني ريع تيخضوا يجارتها على هذا اللي باش يقوموا هذا الدور القادير هذا صحفي فقط لأقل هما مستفدين والعصابة اللي كتنب يعني ترغبت الشعب وترغبت البلاد يعني قلسها فالأمر هما قرادين باتشي هدا على مستوى مؤسسات الحكومة أنا هاد خياتنا اللي تتدري وكتدابز وخدمة ليها تطبقات تهرت العلية ووصلت عيني وخدين غير هانت وصلتك على هذا اللي ساتم هانت عينتي هاد ومسلون ديال من داخل مؤسسات الحكومة لن تتدري شقارات ون تدري سياساتك اللي وعطي بها الشعب اللي في صالح الواطن صالح وقلوا لي مثلا مثلا أخي الكمراض رشيد هذا مثلا من اللي قبلت مثلا في دير عليار يعني احنا ما نتكلمش على الناس الاخرين اللي وسط داك البرلمان من أحزاب إدارية وأحزاب ديال الماليك وهذيك منطوية بشكل صريح ومباشر في الحزب الوحيد اللي هو كين في المغرب واللي حقيقي هو حزب الماليك كما تنسميها أنا في وجهة نظري الحزب الوحيد ولكن مثلا ناس بحل في ديراليات الياثار التي تلعبوها لأنهم لارا معارضين وهم اللي تقولون بأننا بغين ديروا التغيير من الداخل كاين وصلنا في نقاشات مع بعض حتى يقول لك لينين نفسه وراء اختاروا واحد الوقت يدخل للبرلمان الروسي واشتاغل في البرلمان الروسي وحد العدد السينيين قبل ما يخرج منه إلى آخره في الهتاق أنهم يتكلمون معنا بنفسه إذا ما بنفس المرجعية هل يدخل البرلمان الروسي يقلب النظام القيصري أو لا؟ لا يبطاعد حلقة لا التاريخ أثبت على أنه اعتارها بأنها كانت جريبة فاشية وضايع للوقت صح والعزل ما بينهم ما بينهم هم كبالا شيفا ما بينهم كمالا شيفا بلا على مخطيات بحال هذه الأمور لا هذا اللقاش أريد أن يدخلونه أريد أن يأتي شيء واحد منهم ونقشوه في داخل المستوى ذلك والنظاري الذي يبقى ولكن لا يوجد أيضا نحن نتكلمون عنهم بالخير لكي لا يقول لك سواء هدرتوا فينا ونحن لم نتكلمون نحن نتكلمون عنهم بالخير وكما يقولون الأمريكيين نعطيهم ذلك البرلمات نعطيهم ذلك محدد الشك أنه ربما لا يوجد حقيقة مطلقة هذا لم يشاركتهم في الانتخاب مثلا هم من الدعاء الذين يقولون لك رخصكم تصوتوا لكي تصوتوا علينا لأننا نريد أن نغيرهم من الداخل مع العلم لأنهم عمرهم شي واحد فيهم نقش مع الناس هذا النقش بحال يتدير لماذا نستطيع أن نغيرهم من الداخل لأننا نريد أن نديرهم هذه الخطوات ما هي فقط شي عارف ضفاد كبير غير من الداخل كيف وما العمل حتى في الورقة ديالهم مثلا في الاشتراكه تقول هكيفاش نغيره هكيفاش نفرضه التغيير الدستورية هكيفاش نفرضه الحضور ديالنا هكيفاش نفرضه وجهة نظر ديالنا هكيفاش نغيره ونقربه موازين القوام يعني انت ركذا بهنا ركتت تحت الأصال الصبع ديالك على أهم نوقات لم تيناقشوش مع الناس مخليناهم نعم نحنا هم العدميين نحنا هم العدميين نحنا نقول هلاش بيمكن شي هذا يضيع للوقت وهضر للزمن الحضارة فقط الأقل ولا أكثر يعني فقط هذه الحاجة يعني كنا نعتقد الرافق كبال هي حاجة من جوش إما هذه الناس فعلا يعني مجموعة من الجهالة ومجموعة من يعني يعني الأميين يعني الأميات التقافية يعني الأميات الأبزادية كان هناك سؤال يعني أخي رشيد أنا متتبعة صديقة متتبعة أمينة قلت لك زعماء في فرنسا ويا بورك وبالا فريش يتحدثوا بيجا باولي دي بارلومو باش نعم ترجمات الأخوة التي تتصمتوا معنا اللي ربما مشي فرنكوفونيين قلت لك زعماء وعلاش ببالا فريش بالمعنى الجراء لأنه ينقش الميزانيات القصر وهل التزرع يعني التغيير وعندي هنا سؤال آخر واش بالا فريش صوت ضد القصر ضد الميزانيات القصر لأنها الميزانيات القصر تكون مئة في المئة ولو قاعدين فرضو أنها شي واحد صوت ضد أراه النوع من كما تنقولوا إعطاء الشرعية يعني اللي تدوز يعني رسيفون دوحبين أنا كنت أدر بها تقول واحد نوع من الزواق الحاجة اللي ماشي يشرعيها يعني هذه المالية العمومية للشعب المغربي في الشعب المغاربة اللي موتوا بالجعوي موتوا بهذا تدهلهم ذاك المالك هذاك فس كي يجيش واحدة رح قعدنا معارضة ولكن هل هو يغير من الواقع شيء أم هو فقط يعني يطير عمر هذه السحمة وهذه العصابة التي يعني تغتصبوا السلطة والتروى هذه السماء اللي قسنا نطرحون ترجمة نانسي قنقر